اشتركوا في القناة تحدثت عنها وسائل اعلام ايرانية حيث كشفت عن توصل الرياض لاتفاق مع تهران على اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبحسب المواقع الايرانية فان الاتفاق على عودة العلاقات تم توقعه في بكين من قبل ممثلين عن ايران والسعودية والصين وقد اتفق الجانبان السعودي والايراني على اعادة فتح السفارتين في غضون شهرين بل وتحدثت الانباء عن اجتماع قريب بين وزير خارجية ايران حسين امير عبداللهيان ونظريه السعودي فيصل ابن فرحان وعن اسباب التقاور بين الرياض وطهران فقد قالت بعض التقارير ان الاعلان الايراني سبقه تقدم حذر بحسب وصف المحللين فقد قال عدنان طبطباء من جمعية الابحاث والاستشارات لقضايا الشرق في بون ان طهران والرياض تدركان الان انه يجب السير في طريق التهدئة بل واشار الى ان الحكومة الايرانية تأمل في الحوار مع السعودية وفي ردود الافعال اشاد الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بالصين بددورها في اعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض ورأى امين مجلس الامن القومي الايراني ان عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية تعزز الاستقرار والامن الاقليميين ووفق لوكالة تسنيم الايرانية اجرى شمخاني مباحثات مكثفة مع مستشار الامن الوطني السعودي بالصين بعد زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى الصين في فبراير من العام الجاري وذلك بهدف متابعة اتفاقيات زيارة الرئيس الايراني من اجل حل القضايا بين طهران والرياض بشكل نهائي وفي بيان مشترك تم الاعلان عن التوصل للاتفاق ايراني والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية في ختام المباحثات ومن جانبها قالت سينام وكيل خبيرة شؤون الشرق الاوسط في معهد اتشاتام هاوس في لندن ان التقارب بين السعودية وطهران بشأن النزاع في اليمن في ضوء المباحثات الحالية وان من المكاسب التي ستحصدها الرياض من التقارب مع طهران من ابرزها انهاء حرب اليمن وهذا يتطلب ان تجلب ايران الحوثيين الى طاولة المفاوضات ان امكنها ذلك واعربت سلطنة عمان عن ترحيبها باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران واعادة فتح السفارات خلال شهرين وصدر اليوم بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الصين الشعبية ووفقا لوكالة واس السعودية الرسمية فقد جاء نص البيان انه استجابة لمبادرة كريمة من الرئيس تشي جيم بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وبدعم من الصين لتطوير علاقات حصن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على الاتفاق بين الرئيس تشي جيم بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية بان تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية ورغبة كل منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية بإطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما والتزاما منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي والمواثيق والأعراف الدولية الدولية فقد جرت في الفترة من السادس إلى العاشر من مارس من العام الجاري في بكين مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية والأدمرال علي شمخاني أمين مجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الايرانية نشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وأمنه